اكد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة حرصة مملكة البحرين على مواصلة جهود التعاون والتنسيق وتبدل الخبرات المعرفة بما يعزز ويدعم العمل الاقتصادي الخليجي جاء ذلك خلال ترأس سعادته وفد مملكة البحرين المشارك في اعمال اجتماع لجنة التعاون الصناعي الحادي والخمسين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة معالي الاستاذ جاسم محمد البديوي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون وجرى خلال الاجتماع اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام قانون التنظيم الصناعي الموحد واعتماد الضوابط المعدلة على اعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية بالاضافة الى الموافقة على مقترح الامانة العامة بانشاء وتطوير منصة المعلومات الالكترونية المعنية بالمشاريع الصناعية الخليجية وتحديد معايير قوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية واعداد خطة تنفيذ بقائمة السلع للحماية الجماعية الى جانب استعراض تقرير حصر تجارب الدول الاعضاء في مجال دعم القطاع الصناعي لتبني الثورة الصناعية الرابعة